السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب السنوية العامة. آآ نكمل مع بعض حل النمازج الاسترشادية او التجربية بتاعت السنوية عامة سنة عشرين عشرين. آآ بنحلها طبعا فصول زي احنا عارفين وصلنا للفصل الرابع آآ بقية الفصول او الفيديوهات اللي فاتت هتلاقيها في قائمة تشجيل الفوصل في الفيديو بتاعت الامتحانات او هتلاقيها في شاشة النهائية بتاعت الفيديو. آآ بنبدأ باول سؤال معنا في فصل الرابع والسؤال التاسع في البوكلت الاول. آآ النموذج الاول هم اتنين او احنا عارفين. آآ دائرة كهربية مكونة من ملف مفاعلته الحاثية متين وخمسين اوم. ملف ومفاعلة حاثية يعني ده معناها ان هي الاكس ال. يبقى اول حاجة عندنا ان الاكس ال متين وخمسين اوم. متصل بمكثف متغير الساعة. ومصدر للتغير المتردد تردود. يعني مدلنا الاف بتساوي متين وخمسين على حداشر. وننساش ان هو مدلنا باي باتنين وعشرين على سبعة. يبقى لازم نعوقع بقيمة دي. هو طالب ساعة المكثف التي تجعل الدائرة في حالة رانين. حالة رانين اتفقنا ان القانون بتاع التردد بياخد شكل ايه? واحد على اتنين باي جزر ولما بنقص حاجة من تحت الجزر اللي هي الساعة هنا فانحنا بنربع المعادلة كلها وبنطلعها مكان الاف وننزل الاف مكانها. فبيكون عندك الساعة هي هتساوي الواحد على اربعة باي تربية انت بتعمل تربية المعادلة كلها. بس الال والس هتشيل الجزر بس. فيبقى عندك اه الاف تربية انت نزلتها مكان السي. والال تفضل زي ما هي. يبقى اللي اتنين تربية باربعة والباي تربية موجودة عندنا والاف تربية نزلناها. والجزر يراح مع التربية يبقى لك الال والسي اللي انت طلعتها فوق. يبقى ده القانون انت هتقعد فيه. عندك البي والاف ومين الال. الال موجودة? لا لسه مش موجودة. طبعا نحسبها منين من قانون المفروب بتساوي اتنين باي أف نبدأ انا روح اجيب اللي هو معامل الحث بيساوي على اتنين اف. المتين وخمسين على الاتنين باي اللي هي تنين وعشرين على سبعة. وهي الاف اللي هي متين وخمسين على عشرة. نحسب كده القيمة دي كلها تطلع للنا معامل الحث الزاتي. آآ متين وخمسين على اتنين في اتنين وعشرين على سبعة. في ميتين وخمسين على عشرة. تطلع واحد تسعة وخمسين من مية. آآ ومعامل الحس بيكون بالهنري. آآ جبت انت كده كل حاجة بخلاص تروح تحسب السي على طول تبقى واحد على اربعة اللي هي اتنين وعشرين على السبعة بتعمل ها تربيع. في التردد تربيع التردد ميتين وخمسين على احداشر وتعمل له تربيع. في اللي هي واحد تسعة وخمسين من مية. اللي احنا رسا حاسبينها فوق ونشوفها تطلع معنا بكامل. يبقى عندنا واحد على اربعة في اتنين وعشرين على سبعة تربيع. في ميتين وخمسين على حداشر تربيع. في واحد تسعة وخمسين من مية. يطلع معنا تلاتة. وتمانية من مية. ممكن تسيبها تلاتة بس في عشرة قصة سالب خمسة. والسعة طبعا بتكون بالفراد. ودي اول مسألة معنا في الفصل الرابع. وزي ما احنا تعودنا خلاص الفصل الرابع قلنا افكار وكلها هو اساسا مفيش في الا قوانين بسيطة جدا اربعة خمس قوانين هما اللي بيجوا بس بيفرق ترتيب مين اللي موجود ومين اللي احنا بنحسبه وهكزا. السؤال بعد كده رقم خمسة وعشرين. زي ما احنا متعودين قلنا ضروري جدا ان احنا نفرق او نقارن ما بين الفصول وبعضها. فهنا السؤال بيجمع ما بين الفصل التاني والفصل الرابع والاميطر بتاع الفصل التاني اللي هو اسمه الاميطر زي الملف المتحرك. والاميطر الحراري بتاع الفصل الرابع من حيس سبب ثبات المؤشر عنده قراءة معينة. يعني امتى المؤشر بيوقف عند قراءة معينة? في الاميطر زي الملف المتحرك كنا بيقول عنده الاتزان الديناميتي اللي هو امتى يعني عندما يتساوى عزم اللي مع عزم ازدواج الملف فبيوقف المؤشر. اما في الاميطر الحراري كان عند الاتزان الحراري. اللي هو كان بيحصل امتى الاتزان الحراري ده? عندما تتساوى كمية الحرارة المتولدة في السلك نتيجة مرور الطيار مع الحرارة المفقودة خلال نفس الزمن. يعني كمية الحرارة بتتولد السلك بتساوى كمية الحرارة بتتفقد من السلك وده هو الاتزان الحراري. الجزء التاني من المقارنة او رقم بقى طبعا تجاوب على واحد بس في الامتحان او حابب تجاوب على الاتنين عادي. بيقارد ما بين التلات ملفات اكس ال واحد واتنين وتلاتة والتلات مكسفات اكس واحد واتنين وتلاتة متوسطين على التوالي. وعايز العلاقة المستخدمة لحساب المفاعلة الكلية. هنا السؤال فكرته بيتحكي على الطالب اللي هو لسه مش متأكد من معلوماته قوي. بتعندك توصيل على التوالي وبتتكلم على مفاعلات. فبالتالي بتكون ال ال الكلية هي ال واحد زايد ال اتنين زايد ال اتنين تلاتة هتقل لي ما احنا عرفينا مستر سهلة هقول لك ماشي. نيجي للمكسف الكلية هتكون عبارة عن تلاتة. لا استنى المستر انتغلط المفروض المكسف مناكس قلنا المكسف ما بتعكسش فيه المفاعلات. المفاعلات كلها واحد. المفاعلات كلها واحد. كلها زي المقاومات. المفعلات زي المقاومات. التوالي بتجمع التوازي بتجمع المقلوبات. اما هنا انت بتتكلم عن المفعلات يبقى تمام. انما اللي بتعكس هو السعة لان السعة هي اللي بتتناسب عكسي مع المفعلة. انما المفعلات سبتة القوانين بتاعتها. بعد كده السؤال رقم تسعة وعشرين. بيبين الشكل ده متجهي الجهد الكل والطيار في دائرة طيار متردد. هذه الدائرة تتكون من مصدر متصل بمين? ايه اللي موجود عندك في الدايرة موجود فرق الجهد بيتأخر عن الطير اللي تحت دايما هو اللي بتأخر او اللي فوق هو اللي سابق. هنا الطيار سابق فرق الجهد او بنقول ان فرق الجهد هو متاخر عن الطير. فيبقى في الحالة دي انت عندك مية في المية بانو متأخر يبقى فيه مكثف. طيب ده معناه ان ما فيش ملف فحس? لا ممكن ملف بس المفعلة بتاعته اقل من المفعلة بتاعت المكسف فبالتالي الدايرة بيجلب عليها خصائص المكسف. رقم اتنين بما ان الزاوية مش تسعين فبيكون لازم يكون عندك في مقاومة. ما ينفعش مكسف بس وزاوية يكون خمسة واربين. لو مكسف بس زاوية بيكون تسعين. اما مكسف في مقاومة يبقى معنا انه في زاوية عندنا وبالتالي الحالة اللي عندنا مكسف في مقاومة او هي هي مقاومة ومكسف رقم جيم. رقم اتنين واربين بيقول علل يمكن لدائرة الرنين في اجهزة الاستقبال ان تلتقط ازاعة معينة. ليه بتلتقط ازاعة معينة بس عادي? لانها لا تسمح باستقبال موجات الا اذا كانت لها نفس تردد الدائرة. مش بتسمح اي موجة تدخل الدائرة الا لو لها تردد بيساوي تردد الدائرة. نيجي بعد كده للنموذج التاني والسؤال رقم تسعة رسم بيانر. العلاقة ما بين المفعلة الحاثية اكس ال وملف حاثه الذاتي لملف حاثه الذاتي ال مع التردد بتاع المصدر. ارسم الشكل بيانر بيمثل العلاقة بين المفعلة الحاثية اكس ال على المحور الرأسي والتردد على المحور الافقي. اول حاجة بنفكر فيها هي العلاقة الرياضية لنستخدمها اللي هي اكس ال بتساوي اتنين باي اف ال بس نتخليها بالشكل اللي احنا متعودين عليه اكس ال تبقى اتنين باي ال اف عشان بنقارنها بالمعادلة الواي بتساوي ام اكس بحيس ان بيكون عندنا اللي في الرسمة في اه محورين افقي اللي هو ده اف ورأسي اللي هو اكس ال زي ما هو قلنا في السؤال ويه بيكون الحاجة اللي قدام عندنا دي هي الميل فبالتالي الميل عندنا هيكون هو الاتنين باي ال. فمية في المية هيطلب مننا الاستخدم ميل للخط الناتج لقياد معامل حس ذاتي للملف فعلا نبدالنا طلب ال ال ومدلنا ال باي اتنين وعشرين على سبعة يبقى كل مطلوب هنرسم ونطلع الميل ونعمل ايه بقى عشان نجيب ال ال خلينا واحدة واحدة كده ال ال هتبقى هي عبارة عن بتقسم على جنبها يبقى هو الميل تقسمه على اتنين باي يدي لك ال ال لمعامل الحس في الله بينا نشوف هنرسم ازاي اول حاجة بنشوفها الارقام اللي موجودة عندنا عشان ناخد التدريج بتاعنا فال اكس اللي عشرين اربعين ستين تمانين مية ممكن تمشي بنفس الارقام والاف برضو عشر عشرين وهكزا اول حاجة بناخد بالنا منها وهي ان احنا بنيجي عند المحاور ونرسم آآ قال لنا على الرأس اكس اللي فانت بتيجي عند الرأس وبتكتب اكس اللي وبتكتب الوحدة بتاعتها بالقوم وبتيجي عند الافقي وتكتب التردد اللي هو قل لك عليه وهي الوحدة بتاعته بعد كده بتختار التدريج اتفقنا لو مدهلنا من عشرين لوية مية فانت ممكن تمشي بنفس الترتيب عشرين اربعين ستين تمانين مية طيب هو في الامتحام يدي لك الورقة كبيرة خالص انت الورقة ممكن ترسم فيها عشرة عشرين تلاتين وانت ماشي لوية ما توصل لمية عادي جدا انه فيش فيها اي مشكلة ولا بيفرق معاك اي حاجة بس برسمها زويرة عشان آآ اول حاجة ومدهلنا الارقام بسيطة ممكن نرسمها كده تاني حاجة ان عشان بس الرسمة كلها تبقى ظهرة قدامك في الشاشة آآ عندنا من عشرة لوية خمسين فانت برضو تمشي عشرة عشرين تلاتين اربعين خمسين آآ رقم اتنين تتأكد بعد ان ما ترسم يعني اي حد فينا بيقلط وانا نفسي ممكن اقلط في بعض الاحيان تمام آآ اولا السؤال ده آآ او اسئلة الرسم البياني عامة ليها فيديوهات بتتحلي فيها اسئلة الرسم البياني بتاعت الكل فاصل الواحده هتلاقوها في اخر الفيديوهات برضو ناسلها على الكنانات لو موجودة هتلاقي في وصف الفيديو هسيب لك الربط بتاعها آآ اللي بقى اقول لك عليه بقى تتأكد بعد ما انت كتبت يعني تأكد ان اللي هو قال لك عليه هو اللي انت عملته يعني هو قال لك ان المفاعلة الحاسية هي اللي هكون على النحور الرأسي فتروح تتأكد انك من حاجتين كاتب على الرأسي والتدريج كاتبه التدريج بتاع فالكس ال هنا عندها كشرين أربعين ستين تمانين مية ويبقي انت هم يعمل زيها بالظبط تماما لان احيانا ممكن تعكس الارقام متنساش او متاخدش بالك وتقلب الرسمة وتبقى الدنيا معاك ولط آآ كتبنا القيم نختار بقى القيم اللي في الجدول عند التردد بعشرة بتطلع على العشرين وتطلع ليه اربعين وعند التلاتين بتطلع على ستين طبعا ما تعملش للقيم اللي في الجدول عند الاربعين تمانين وعند الخمسين مية. فالقيم طالع مباشرة معك سهلة مفيش فيها اي حاجة صعبة. عشان الطلبة اللي كانت معادة نفسها. احنا قلنا الحاجات دي موجيش اه موضع امتحان ان هو يختبرك في حاجات رسم والكلام فاضي. هو يختبرك بس في المعلومات الفيزيئية اللي عندك. فلازم يجيب لك الرسمة غالبا تكون بسيطة يعني. فانت كده رسمت الرسمة. كل اللي هنريز نعمل هو ان احنا نحسب الميل. يبقى انت كده عملت الخطوة بتاعت اولا. ليه بتركز في الموضوع ده? عشان في طلبة كتير بتقول السؤال الرسمي ده صعب وانا هعديه وما جاتش على تلات درجات هي المفروض بالعقل والمنطق هي فعلا ما جاتش على تلات درجات دول لازم تضمنهم معاك. ان مش مجاتش عليهم تسيبهم. السؤال تافع زي ده ما ينفعش يتسيبه. يعني دول تلات درجات في جيبك وانت تاخل الامتحان. فاولا كده احنا حلناها بس بمجرد انك رسمت. لو انت مش فهم حاجة في الفيزياء السؤال ده ما ينفعش تغلط فيه. آآ ثانيا بقى دي اللي بقى فيها فكرة. او مش صعبة برضو كمان لو انت شفت فيديو الشرح بتاعي رسمي باني هتلاقي ان اضعه معك سهل. المهم ان احنا اتفقنا هنحسب الميل. بنحسب الميل ازاي? بناخد اي نقطتين كده سهلين ان احنا نجيب الاكس والاي بتاعتهم. وليكن النقطتين دول. آآ بتيجي من الاولانية دي بتسميها واحد واتنين من الشمال لليمين زي ما احنا متعودين. واحد بتيجي هنا تقول واي واحد ومن الاتنين بتيجي هنا تقول واي اتنين. ومننساش نعمل المسلس اللي هما بيحبوه ده. وي تحت ننزل اكس واحد ومن هنا بننزل اكس اتنين وي تحسب الميل. يفضل انك تحسب الميل في الورقة اللي موجود فيها مكان للاجابة. تمام? طيب. آآ هنا تعال بس عشان افرها لك قدامك فالميل هنحسبه من هنا هيكون واي اتنين نقص واي واحد على اكس اتنين نقص اكس واحد. الواي اتنين بمية والواي واحد اربعين يبقى عندك مية نقص اربعين. والاكس اتنين خمسين والواحد عشرين يبقى عندك خمسين نقص عشرين. يعني الميل عندك مية نقص اربعين يعني ستين وخمسين نقص عشرين يعني تلاتين يعني يطلع عندك اتنين. يبقى ده كده قيمة الميل اللي احنا عاوزينها. نيجي بقى هنا ونشوف هنستخدمها في ايه? هنستخدمها ان احنا نحسب معامل الحث الزاتي. ال ال هتساوي الميل على اتنين يعني اتنين على اتنين في اتنين وعشرين على سبعة تطلع سبعة على اتنين وعشرين. ده معامل حس الزاتي والوحدة بتاعت معامل حس الزاتي بالهنري. بعد كده السؤال رقم اتناشر بيقول اذكر الوحدة المستخدمة لقياس ساعة المكثف طبعا هي الفارد. ويقول له ما بين كوسين كده اف الرمز بتاعها. بعد كده السؤال رقم خمستاشر اوجد كراءة الفولتاميتر في اتنين مع اهمال المقاومة الداخلية للمصدر المتردد. اللي موجود عندنا فرق جهد مقاومة. وعندنا فرق جهد المصدر. نواقص فرق جهد الملف. طبعا دول متوصلين توالي ففرق الجهد بتوزع عليهم بعلي التوالي. وبالتالي ده مية وده ستين يبقى ده اكيد كام? اربعين. لأ طبعا الكلام ده كله غلط. انت في دايرة طيار متردد. بيكون الحسابات كلها متجهات. يعني بيكون عندك الجهد الكلي يساوي الجزر التربيعي لل تربيع زائد التربيع. ده اللي هو في المصدر. وده اللي هو اسمه واحد عندك. وده اللي هو عايزها. لما انت الحاجة اللي انت عايزها بيكون تحت الجزر بتطلعها برا وتدخل الجوة. او بالعكس كده بتودي دي هناك الطرف التاني. او خلينا واحدة واحدة عشان ما حدش يزعل. اتربع المعادلة. فيبقى تربيع بتساوي V واحد تربيع زائد V اتنين تربيع. انت عايز ال V اتنين فبتودي ال V واحد بالسالب. فيبقى عندك ال V تربيع ماقص ال V واحد تربيع. بتساوي طبعا ال V اتنين تربيع. بس انت عايزها V اتنين بس فبتاخد الجزر للمعادلة. فبتبقى بالشكل ده كده. فيبقى عندك الجزر التربيعي للفرق الجهد الكليمية تربيع ماقص مقاومة ستين تربيع. يطلع معاك فرق الجهد تمانين فولت بتاع الملف. بعد كده رقم خمسة وعشرين هنجايب لنا دايرة فيها مقاومة ومكثف ومصدر طريق المتردد متصل لجميعها على التوالي وعايزنا نعبر برسم المتجهات عن علاقة التطور بين الاي والفي والفي سي والفي ار اولا كده الحاجة اللي سبتة معنا هي الاي بتكون على المحور الافقي ها دي الاي نرسمها كده الطيار نعمله بالاسود وفروق الجهد نعملها بالازرق اللي هي والفي سي وعدا كده نجيب المحسلة بتاعتهم بالاحمر الفرق جهد المقاومة بيكون متفق مع الطاورة مع متفق في الطاورة مع الطيار يعني ده الطيار نكتب كده ان ده هو الطيار اي بتكون متفق مع في الطاور يعني معا كده بالزبط ده كده الفي ار طيب الفي سي بتكون متأخر عن الطيار بتسعين درجة يعني انت بتنزل تحت كده بتعمل تسعين درجة وبتكون هي الفي سي طبعا انت مفيش عندك قيم فبترسم الاطوال براحتك انما لو كانت يدي لك قيم فلازم الاطوال تعبر عن القيم يعني لو كانت المقاومة تلاتين والآ او الار تلاتين والسي آآ اربعين فيبقى ده صغير شوية وده كبير كده زي ما نرسمهم انما هو مش محدد فانت متحددش فين محصلتهم بقى اكيد بتكون ما بينهم فيبقى محصلة الفي ار والفي سي هي اللي ما بينهم فبالتالي ده بتكون الفي الكلية وبالتالي ده بيكون فرق الطور زي السؤال اللي احنا كنا لسه مجوينه اختياري من آآ او في بداية الفيديو تمام كده اعتقد ما فيش حاجة صعبة في المتجهات خالص في موضوع المكثفات او الفسط الرابع عموما رقم واحد وتلاتين دائرة استقبال اذاعي آآ تلتقط موجة اذاعية ترددها عند زيادة ساعة المكثف في الدائرة لم تتمكن من استقبال هذه الموجة الازعية ما التغير الواجب اجراءه في هذه الدائرة لاعادة استقبال هذه الموجة بوضوح نعرفين ان التردد بيتناسب عكسي مع اولا هي مش بتستقبل التردد معين فهو عايز يستقبل نفس التردد يعني احنا ما غيرنا الساعة غيرنا التردد بتاع الموجة المستقبلة فبالتالي نعايز ارجع التردد زي ما كان بيساوي تردد الرنين طب تردد الرنين ده كان بيتنسب طردي او عكسي مع الجزر طيب انت عملت ايه في المكسف زيادة ساعة المكسف في الدائرة انت زودت الساعة بتاعة المكسف طيب عايز تأكس ده بتعمل ايه تنقص المفاعلة الحثية بتاعة الملف يبقى تقليل الحث ذاتي للملف عشان يبقى لو دي مسلا زادت للضغفة فانت بتقلل ده للنص فيبقى الاتنين كده ما حصلش فيهم تغيير ويفضل الف زي ما هو بس ما قلناش ضغفة ولا نصة لانه ما محددش احنا قلنا دائما في الامتحان بيحدد يبقى لازم تحدد اي حاجة في الفيزياء عموما كده رقم اتنين واربعين اشرح كيف يؤدي مرور الطيار الكهرابي في سلك الاميطر الحراري الى انحراف مؤشره على التدريج يعني بتشرح له ايه اللي بيحصل فاول حاجة بترتب افكارك كده في المائك لو انت مش فاكر ولو انت فاكر على طول توكل على الله كده واكتب فالمفروض احنا عارفين ان لما بيمر للسلك لما عنده مرور طيار في السلك يتولد في كمية حرارة تعمل ايه كمية الحرارة دي فيرتخي او قبل فيرتخي فيتمدد السلك وبعد كده بيرتخي طيب وبعدين فيشده خيط الحرير اللي هو فيه الملفوف على بكرة مثبت عليها المؤشر فتدور فتدور البكرة ومعها المؤشر يبقى ده كده نتيجة مرور الطيار في سلك الاميطر الحراري بيسخن بيتمدد بيرتخي خيط الحراري اللي موجود في السلك بيشده وهو متسبت على البكرة فالبكرة طبعا اللي بيشد خيط الحراري هو الملف الزنبوركي آآ فلما بيتشد وهو متسبت على البكرة فبيدور المؤشر لان المؤشر مسبت على البكرة ده كده اسئلة الفصل الرابع آآ زي ما انتم شايفين مفيش فيها اي حاجة صعبة آآ ويه الامتحان ده غالبا بيكون في نفس المستوى ده فكرة كلها انك تكون هادي كده ومركز ومزاكر كويس قبل ما تدخل الامتحان ومش هتلاقي عندك اي مشكلة ويه ربنا يا رفاقكم بإذن الله لسننا فيديو واحد بس في النمازج التجربية بتاع الفصل الخامس هينزل نسو الله قريب ويبقى كده خلصنا النمازج التجربية وموجود برضو النمازج التجربية بتاع التساني اللي فاتت هتلاقيه في قائمة غيل اللي في وصف الفيديو اسمها امتحان تسامي العمى نشوفكم ان شاء الله الفيديو الجاي والسلام عليكم وعيطة الله وبركاته